من أكتر المشاكل الشائع في الأسنان هي مشاكل التهابات اللسى اللي سببها تكوين الجير طب يعني إيه جير؟ هو الجير بيبقى عبارة عن طبقة خفيفة خلص اسمها البلاك البلاك ده بقايا الأكل والبكتيريا مع بعض بيكونوها على سطح السنة قريب من اللسى وبيحصل لها كالسيفيكيشن أو الكالسين بيمسك فيها فبتبقى جامدة شوية دي بتعمل إيه؟ بتعمل اللسى بتزقها لتحت جداً بتلهبها بتعمل التهاب في العظم دوت يؤدي التسويس طبعاً لأن النهاردة أنا عرضت السنة من الجنب اللي هي الحتة اللي بيكون فيها الجير إن هي تبقى معرضة لأن الأكل يفضل عليها ويسوس السنة أحسن حاجة إن إحنا بنروح على أقل مرة كل ست شهور نعمل تنظيف الجير عن الدكتور الأسنان وهو بيعلمنا إزاي نستخدم الفرشة والمعجون والخطة الطبية بتوعنا بانتظام رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نستكمل مواضيع حلقتنا في فقرتنا دي هنتكلم إزاي يحافظ أطفالنا اللي في المدارس على أسنانهم وإيه الأطعمة اللي الأمهات لازم ياخدوا بالهم منها وغيرها من النصايح اللي هيشاركنا فيها النهاردة الدكتور محمد العالم جراح الفم والأسنان مساء خير يا دكتور مساء خير يا فان عندنا كابسولة جميلة لحضرتك قبل الفقرة كان بتتكلم على البلاك والجير وتراكمه ودي حاجة بقى بتحصل من وإحنا أطفال لأن ما بنستعملش الفرشة بانتظام مصبوط بداية كده في مع بداية دخول المدارس وقرب دخول المدارس الأمهات كده عندهم اهتمام باللونش بوكس بتاع الطفل يحتوي إيه؟ إيه الأكل اللي ياخدوا معاه؟ طيب بعد ما يأكل هيفضل الأكل في بقه لغاية ما يروح يبقى ده عكس النصايح اللي إحنا بنقولها فقلنا بقى عايز تقولهم إيه؟ تمام هو فكرة إن الأطفال طبعا بيقوا في المدارس أو في الوقت اللي هم مش موجودين تحت رعاية الأب والأم بيبقى لسه موضوع التعود على فرشة الأسنان مش قد كده عادة إحنا بنعود الأطفال إن نحط لك الفرشة في الشنطة ومعها المعجون وتستخدمها يفرح بيها جداً لقلمك ويبقى فيها أشكال وبتاعها بتبقى الدنيا ظريفة بالنسبة لهم حتى كأطفال بينهم وبين بعض لو ما بيعملش كده طيب إحنا نتغلب على ده إزاي؟ أنا النهاردة فيه شوية حاجات برضو ماينفعش إن أنا أديها لبني في اللونش بوكس بتاعه زي الريزنز والحاجات اللي هي الشوفان الناشف والحاجات اللي هي الاستيكي أو الأكل اللي بتلزق في السنان بتاعه فيها مدة طويلة ده هو صعب إنه يبقى وشد أو إنه هو ينضف من على سطح السنة وبالذات لهو ما بلسة ما بيكسلش السنة بفرشة طيب أحط الحاجات اللي هي سهلة الهضم وأتغلب على الحاجات السكريات دي بالفاكهة وبالخضار يعني بمعنى إن أنا ممكن أسيب من أحلى الحاجات مثلاً غسيل الأسنان التفاح أكل التفاح فاير بريس فود أو أكل ليفي وبينضف سطح الأسنان جداً نفس الفكرة مثلاً يأكل الخيار أو الجزر الكلام ده بينضف السنان بطريقة رهيبة يعني مجرد أنه يقرش الحاجات دي كده دي بتعمل سيلف تليلينج للسنان وكمان فوق ده لو أنا مثلاً هيأكل الأجبان الأجبان الأحسن نوع من أنواع الأجبان مثلاً الحاجات اللي هي زي الشيدر والكلام ده والأكل اللي هو الجبن الرومي الحاجات دي بتخلي برضو بتريجر أو بتحفز اللعاب إنه ينزل أكتر فبالتالي السنان تنضف لوحدها أو بالميكانيزم اللي ربنا خلقنا بيه فبالتالي يعني أحاول قدر الإمكان إن أنا أبروفايد في اللونش بوكس الحاجات اللي هي الطبعية أحاول أبعد عن البروسيسد فود أو الأكل زي الفينه والعيش الباكد والحاجات الباكري اللي هي اللي بتلزق في سطح الأسنان تضامة بالذات مفيش غسيل بالفورشات في المدرسة احنا بنلاحظ إن الأطفال بيجي لهم تسوص بشكل كبير هل في عوامل للتسوص ده بتخلي طفل يجي له تسوص أكتر من الطفل التاني؟ هي المشكلة في تسوص الأطفال بتبقى غالبة من الأهل مش من الطفل طبعا إن هو ما بيبقاش فيه رعاية شوية بفكرة إن الأسنان من وهي صغيرة لو حصل فيها مشاكل يتقدل مشاكل أكبر بكتير في السنان الدايمة في ناس كتير ما بيبقاش واخد بالها إن هي بتنايم أطفالها ببرونة أو بحاجة فيها لبن أو عصير أو كلام من ده ويسيب اللبن ده بطول الليل يخمر على سطح الأسنان وياكل في السنة ويعمل التهابات للأسنان تلاقي طفل عنده سنتين أو سنتين ونص وسنانه كلها سودة ودايبة له تسوص الأطفال السريع ودول بيبقى علاجه شوية رخم لإنه بيخش بقى في عمليات وكلام منه طبعا دكتور محمد يقول لك دي سنة لبنية وهتقع مش مهمة لا مهم مش هتقع كده والموقعة هيبقى أثرت على اللي فوقيها منزلش في معاده المناسب فبالتالي هيحصل لخبطة وسنان تبقى ريتيند أو تنهارف زي ما بيحصل بقى في مشاكل التقويم اللي بتطلع عندك عايز جراحف عشان تجيب ناب مثلا من مكانه وبتبقى المشكلة أكبر بكتير لأن يعني مش يتديني على قد التقويم إنما بالنسبة لقصة العلاج بقى بتاع الكلام ده كله في سن صغير بيبقى صعب شوية لإن الطفل ما بقاش قادرين نتحكم فيه أو نتعامل معاه فبنضطر غالبا إن هو يبقى تحت تأثير التخدير الكوني عشان نشتغل سمعنا عن جل بيقوله بيوقف في التسوس بتاع الأسنان هل ده موجود فعلا؟ ده لسه حاجة جديدة خالص يعني وإحنا أول ناس نشتغل بها الحمد لله في مصر هو فيه نوعين فيه جل للتسوس اللي حصل قريدي بنحطه على سطح التسويس وبننظف مكان التسويس وبنحشيه في وقتها وده بيبقى ما من غير لا التخدير ولا بالمكانة ولا بأي حاجة من الحاجات للزنانة والكلام ده بجرد بالتنظيف بحاجة شبه المعلاقة الصغيرة نشيل بها التسويس من مكانه عن طريق الجل ده وبنحشي على طول في مكانه بدون أي وجع خالص ده للي حصله تسويس طيب للي ما حصلهش تسويس أو بقى فيه تسويس في سن أنا مش عايزة أدخله زي موقع الحركة عملية مش عايزة بنك طفل عنده سنتين ونص عشان أعمله وابتدأ يبقى عنده تسويس فيه جل تاني بيعمل أهرست أو بيعمل موقف حالة التسويس على وضعها ما تزيدش أكتر من كده وده بقينا برضو احنا الحمد لله جبناه لسه قريب وده بيتحط على سطح السن المسوسة وبيثبت التسويس في مكان إلى أن يحصل تبديل بس لازم الحالات دي بالذات بيبقى ليها فلقاب أو متابعة كل 3 شهور مرة أو كل 6 شهور مرة على حسب الحالة عاملة زي طيب إيه الأغذية والفيتامينات اللي بتنصح بيها في وقت تبديل الأسنان إحنا ما يبقى عايزينه يطلع له أسنان قوية فهل في حاجات لازم الأمهات والأسرة تخب بالها منها في الوقت ده الأسنان والعظم والنمو عامة بيحتاج فيتامينات كتير بس بالنسبة لنا احنا أكتر بيبقى الكالسيوم الكالسيوم في الألبان الكالسيوم في الأجبان الكالسيوم حتى ممكن في بعض الخضار زي البروكلي الكلام ده كله بينصح بأنه هو يتأكل ويتعامل به الطفل من هو صغر إن في ناس بتبقى مع قدم الألبان والكلام دوت مع التعرض لأشعة الشمس عشان بيتامين دال عشان دال بدون بيتامين دال الكلسيوم وفيش بقى ملوش لاروح السنان يعني لازم جزء من اليوم الطفل يتعرض وميبقاش لابس متكلفة على طول بالذات في الشتاء يعني سمعنا عن حاجة اسمها الليزر المائي إيه بقى دورها في العلاج بدون ألم وبتستفيدوا بقى بالذات في الأطفال إزاي؟ في حالة وصول التسوّس لمرحلة قرب العصب بالذات في الأطفال كنا زمان عشان نعالج حالة زي دي بندي الطفل شوية بنج وطبعا دي قصة لوحدها وبتبقى مثلا بتاع نص ساعة تقريبا مشكلة بلو اقتنع وبعد كده بنشتغل مثلا نص ساعة تانين ونحط الحشو بتاعنا الليزر المائي هو جهاز بيطلع الليزر ومعاه شوية مية فبيبقى ما فيش أي إحساس بيه خالص وبينضف الأسطح اللي قدامه من أي بكتيريا فبالتالي هو إحنا بنشتغل به إزاي نوصل تسويس قريب من العصب بننضف به السنة من غير من خدر وبنحشيها في مكانها في وقت حدوث التسويس طيب لو السنة وصلت لعصب في بعض الحالات إحنا بنقدر نعالجها بدون برضو تخدير وبننضف العصب وفي الحالات التانية برضو بنيدي شوية بنجز غيرين بس يعني برضو بطرق يعني حتى الأطفال مؤخرا ما بقيتش بتحس قوي نتيجة طبعا لخبرة الدكاترة بتوع الأطفال في التخصص بتاعهم بقى فيه أدفانسمنتس كتير في الماندجمنت بتاع الطفل بيقدروا يتغلبوا على مخاوفه يعني قصة مش كل الأطفال هننيمهم بجبينج كل يعني لازم بقى فيه طرق وإن حصل برضو هو أصلا تخدير بتاعهم حضرتك مش زي مغارة حاجة خفيفة كيبة خالص لا لا خالص كلام فاضي الليزر المائي كنا برضو جبنا سير طعب لكده لو استعملات تانية في الكبار كمان برضو فكرنا بيها كده الليزر المائي لأهوها كده احنا بنتكلم على التسويس بنتكلم على العصب بنتكلم على عمليات قص السلثة في بعض الأطفال عشان برضو ما نبقاش بعدنا في مشاكل زي ما حارك قلت في الجير أو تكوين الجير طيب الجير اللي عند الأطفال ده بيتنظف ازاي لو أنا النهاردة اتعاملت معاه زي الكبار غالبا هو مش يخش العينة تاني فالليزر المائي بالنسبة له بيبقى شوية بنتعامل بيه كأنه توي أو لعبة لأنه بيتفرج على إضاءة أو شوية حاجات كده أو حاجة ملهاش صوت وما فيش ألم وما فيش ألم خالص وبنخش ننظف السنان واللثة لغاية جوه بالجيوب بتاعتها يه يعطي ده تخش كمان في الجيوب اللي تحت الليسة بدون ما يحس بألم أطفاله كبار أطفاله كبار بدون ما يحس بألم لا خالص بالعكس ده وبيستخدم عشان نعالج بيه الجيوب دلوقتي ده ثوية كده بقت السكيلينج أو التنظيف الجير بقى متعة يعني بقى ولا أي حاجة حاجة لطيفة وما فيش ألمه وما تسبش ذكريات سيئة صحيح احنا نفوض نعملو كنستة وشتر أقدرنا بيهرب منه بسبب يمكن الألم والدم وكده لا لا خالص بدون حتى نزيف خالص من غير دم وخالص والليزر المائي ده معانا وبنشتغل بيه كل الحاجات اه اه مفيوش مشكلة خاصة تكنولوجيا برسي جيد دكتور محمد شرفتني وبشكرك عن معلومات الجميلة دية اللي عرفناها من حضرتك كده كل الأمهات هتقدر تحافظ على أسنان أطفالهم سواء في البيت أو برا البيت في المدرسة حلقتنا لسه مخلصتش هنطلع لفاصل ونرجع نكمل استنونة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة